موسيقى دكتور دائما وقت اللي نحكي أنا وإنت إن كان على الهوى أو تحت الهوى منقول المشكلة في القرار السياسي هل الأوضاع اللي عم بتمر فيها البلد والأزمات اللي عم تقطع فيها مساعدة للرئيس نجيب ميقاطي حتى هيك ياخد نفس ويبلش يفكر شو بدو يعمل بالأزمة الاقتصادية يفكر شو بدو يعمل مع صندوق النقد وبمحاولة إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية اللي واقع فيها البلد يعني بصراحة اللي اللي انفتح له للرئيس ميقاطي ما انفتح لرؤساء سابقين قبله يعني الدعم اللي عم يتلقى الرئيس ميقاطي سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي ما بعتقد فيه أي رئيس حكومي عم نحكي نحن طبعا عن الفترة اللي ما قبل الرئيس ميقاطي ما حدا نفتح له هذا الدعم وما حدا حصل على هذا الدعم يعني من رئاسة أو من الرئيس سعد الحريري إلى الرئيس حسان الدياب إلى اليوم اليوم نفتح أبويب كثيرة من الدعم للرئيس ميقاطي لكن للأسف لغاية اليوم هذه الحكومة ما عم بتكون فاعلة وقادرة على العمل بالشكل المطلوب منه وهيدا اللي نحنا حذرنا منه كثير نعم من أول ما اجت الحكومة قلنا نحنا اليوم نحنا بحالة طوارئ وهذه الحكومة لازم تكون جلساتها متكررة وجلساتها دائمة وفي حالة جلسات دائمة للعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية لما بقى يقدر المواطن يتحملها يعني ابتداء من أسعار السلع إلى النقل إلى انقطاع الكهرباء إلى كل هذه الملفات يعني هذه المواطن ما بقى قادر يتحملها أو لازم الحكومة تعمل على معالجة هذا الوضع وخاصة بالنسبة للقدرا الشرائي المواطن يعني اليوم القدرا الشرائي المواطن بعد ارتفاع سعر الصرف للعشرين ألف ليرة اليوم انخفضت تقريبا بحدود تلاتة وتسعين بالمئة يعني اليوم الموظف اللي معاشوا مليون وميتين ألف ليرة مليون وميتين ألف ليرة يعني ما بيعطوه كهرباء خمسة أمبار اليوم هي مليون ومتين ألف أنا مدفع خمسة أمبير مليون ومتين بالظبط وبالتالي اليوم أنه كيف باتوا يعيش بقية الشهر كيف يعيش يعني إذا عنده عائلة كيف بيقدر يأمن الغذاء لأولاده كيف بيأمن المدارس لأولاده كيف بيأمن الطبابة لأولاده لا في مشكلة اليوم والحكومة للأسف ما عم تشتغل بالشكل الصحيح لتعالج هايدي المشاكل هايدي المشاكل بالتأكيد يمكن معالجتها وسهل معالجتها لكن بدأ قرار بدأ قرار القرار عند مين دكتور القرار عند رئيس الحكومة بالدرجة الأولى وعند القتل طبعا اللي أيدت رئيس الحكومة واللي رشحت رئيس الحكومة أنه يشتغلوا على هذه القرارات يعني حكينا مثلا بنقدر نحكي عن كذا ملاف يعني موضوع النقل اليوم نحكي عن موضوع النقل اليوم مثلا أو عن موضوع المحروقات طيب اليوم موضوع الكهرباء كمان اللي نحكي فيه طيب ما أنت في دول اليوم عم بتقدملك بموضوع الكهرباء مثلا في دول عم بتقدملك اليوم محروقات وفي دول عم بتقدملك عم بتحاول تقدملك غاز في دول عم بتقدم ليش نحن مصرين على معالجة موضوع الكهرباء بشكل خاطئ نعم طيب نحن اليوم بحاجة بالنسبة لموضوع الكهرباء بحاجة إلى صيانة المعامل مش لمعامل الجديدة يعني بتشوف اليوم أكتريت الحكي بالنسبة لموضوع الكهرباء مثلا التشديد هو على إنشاء معامل جديدة بالوقت اللي نحن نحن عنا معامل بتنتج حوالي 3000 ميجاوان وإذا بعطيك مثل هعطيك مسأل استاذ عباس اليوم. بس تفتح الوراء دكتور والله العظيم بتخاف. اليوم اعطيك مسأل. اليوم نحنا لبنان نحنا آآ مننتج بقدرة المعامل اليوم هي بحدود تلتتالف ومئة ميجاوات. نعم. عدد سكاننا نحنا ستة فاصل خمسة مليون نسمة. نعم. يعني نحنا لكل مليون نسمة اربعمية وستة وسبعين. اربعمية وستة وسبعين ميجاوات. لكل مليون نسمة. الاردن بينجوا تلتتالف وستنية وتلاتين. عدد سكانهم عشرة فاصل اتنين. نعم. النسبة ثلاثمية وخمسة وخمسين ميجاوات لكل مليون نسمة. يعني اقل منا. وعندهم فائد عشرين بالمية هني مستعدين يعطونا اياه. طيب. آآ تونس تنتج خمسة تلاف وستة وثلاثمية وثلاثة وخمسين. احد عشر مليون فاصل واحدة وثمانين. كمان اربعمية وثمانة وسبعين ميجاوات لكل مليون نسمة. هيدا شو قادرين نوقفه اول شي من خلال رفع التعرفة. لانه للاسف اليوم لما انت بتعطي المواطن كهرباء مجانية. شو بنيعمل بهي دي الكهرباء? انت عم تعطي كهرباء مجانية للمواطن. نعم. بالتأكيد ما حي راعي الاستهلاك. وبالتأكيد رح يستهلكها بشكل مفرط. صح. وبالتالي اليوم نحن بحاجة متل ما قلنا لحتى آآ آآ نشتغيل على رفع التعرفة. آآ وزيادة الانتاج لحتى نلب المواطن. اليوم المواطن اذا انت بتقدر تعطيه من معامل الكهرباء. بكل في اقل متل ما تقول انت. اشتراك. اذا قادر تعطيه انت بستمائة او بخمسمائة الف ايو ازبط للمواطن. ياخد من المعمل الدولي ولا ياخد من المولد. فاذا العلاج. المشكلة نحن عم نروح على العلاجة الخاطئ. اليوم اذا بدي حكيك اليوم عن النقل. اليوم انا سمعت الاجتماعات اللي صارت بموضوع النقل. يا اخي نحنا عندنا نحنا مثلا انا بدي اقل لك شغل اليوم. بالنسبة لالنقل. نحنا النقل عم بيركزه. مش اجا قرد لخطة النقل بثلاثمائة وخمسين مليون. انا هيدا اللي بدي لك. اليوم احنا خطة النقل البساط بكلفه اقل حوالي ميتان وخمسة وثمانين. بدي اقل لك اكتر. انا بتنقل عنك احيانا. بدي اقل لك اكتر من هيك. نحنا اول شي انت تعرف رأيي بالدعم. ايه. انا الدعم ضده بالمطلق. نعم. اليوم احنا لما بدي روح انا اعمل شيء منيح للمجتمع بحفز المجتمع على الانتاج. بعطيه حوافز بعطيه اعفاءات لحفزه على الانتاج. اليوم انا بدل ما اروح انا ادعم سيارات التاكسي. انا ليه بدي ادعم سيارات التاكسي? يعني سؤال يطرح. ليه بدي ادعم سيارات التاكسي? كلمة اللي يكملوا شغل. لانه المواطن صارعا بيدفع ادي الى روح عشر. في حدا بدول العالم. بكل دول العالم بيدعم سيارات تاكسي? انا بيدعم نقل عام. بيدعم سيارات عشرة ركاب ومفاو. نعم. بيدعم بصات الكبيرة. نعم. او بيعطيهن اعفاءات. ما بيدعمهم. طب اليوم نحنا بدل ما نروحنا حتى ندعم انا النقل العام. انا بيعفيهم مثلا من رسوم الميكانيك. بيعفيهم من رسوم التسجيل. نعم. بيعفي من الرسوم الجمركية للبصات والفانات والسيارات العمومية. نعم. بيعفيهم من رسم التفقه. بيعطيهن قروض من هيدا القرد اللي جاي اليوم. بدل ما انا روح اعمل كدولة اعمل شركة او اعمل انا باصات سريعة. انا بيعطي هيدول الاصحاب النمر العمومية. بيعطيهن قروض لحتى يشتروا سيارات جديدة. نعم. لحتى يشتغلوا فيها. بروح انا بعمل اكتر من هيك. بروح انا بعمل مرونة بعملية تكبير وتصغير النمرة. اليوم انت بتعرف باوقات معينة باوقات معينة. فيه نمر معينة بيوقف شغلة. يعني اليوم انت بتعرف توزيع النمر. في عندك نمر صغيرة. وفي عندك نمر متوسطة. وفي عندك نمر كبيرة. اليوم مثلا نمر صغيري ما عم تشتغل. نعم ببقصد فيها السيارات. طب ليه ما عم تشتغل? لانه بصراحة اليوم السيرفيس بقدى بعشرين الف. طب المواطن اليوم بقدر يدفع عشرين الف سيرفيس. اذا بدي روح يعني مشوار من الضاحية على على بيروت بدي يدفع تقريبا بحدود ثمانين الف نقل. طيب عم بفضلي طلع بالفان. طيب بروح انا بعطي لها المواطن اللي معوها السيارة النمرة العمومية صغيرة. بعطيه حرية تحويلها لنمر اكبر. وبالتالي مثلا اخذ قرض لشراء فان او لشراء باص كبير. بكون شو عملت انا هوني. عم بعمل توازن بموضوع النمر. يعني النمر اللي بيكون في عليها طلب اكبر. نعم. بصير يتحول الصائق الى شراء هذه هذه الالة او هذه النمرة. وبالتالي وضعها بالخدمة والاستفادة من هيدا الموضوع. نعم. طيب انا في عند يعني في عندنا نحنا مواضيع كثير بيقدر انا ساعد فيها بموضوع الاعفاءات وتحفيز النقل وتشجيع النقل. وبيش ما من روح لخطة النقل اللي صار لسنوات. لك شغلي اليوم. لما انا بيجي لما بيجي انا بدعم او بحفز كطاع النقل بهايدا الطريقة. بكون انا عم محفز الكطاع الخاص. دايما استاذ عباس لما بدي اشتغل انا على المستوى القصير الاجل. بحفز الكطاع الخاص لانه هو الاسرع بردة الفعل. وبرجع بروح لأعمل خطة. اما ازا بدي روح اليوم لأعمل انا خطة نقل للكطاع العام. قد بدأ تاخد وقت. يمكن تاخد سنتين وثلاثة سنين واربع سنين ممكن ما تتنفز. فبالتالي اليوم لا خليني روح على الكطاع الخاص انا. وحفزه وشجعه واعطيه الحوافز والاعفاءات لحتى هو يشتغل ولحتى هو يخفف من كلفة النقل للمواطن. نحن حاليا ناطرين وتواصلت حكومة الرئيس نجيب ميقاطي مع صندوق النقل. دكتور هل يعني في اسئلة غريبة تخطر على بالنا احيانا. يعني نحن شو حنقدر نعمل بهال مليارين او ثلاثة او اربعة مليار دولار اللي بدنا نجيبه من صندوق النقد. ونحن بسنتين طيرنا 18 مليار عفوا. شو هل هل صلحنا يا اخي بعض الاماكن الهدر هل يا اخي خلينا نقول انه عم بتحط المي بغربيل صلح رتقط هذه الفطوقات لتروح تجيب ما. اربع مليار ما بيصمده ثلاثة اربع شهور. مضبوط. اذا بقينا على على هذه الوتيرة اللي كانت. لقلك بصراحة اليوم نحن موضوع صندوق النقد الدولي هو يعني انا بيعتبره دعم معنوي اكتر منه دعم فعلي ومادي. اليوم لقلك بصراحة اليوم الاقصى قرض ممكن يقدمنا اياه صندوق النقد الدولي هو بحدود الاربع مليار دولار. وموزع على عدة سنوات. نعم. وبالتالي اليوم اقصى ما يمكن الحصول عليه سنويا من صندوق النقد الدولي هو مليار دولار. يعني مليار دولار اليوم شو ممكن يعملو لك بالسنة يعني. هيدول ما ممكن يعملو لك دعم لموضوع الكهرباء اذا ضلينا ماشيين بنفس التعرفة. صحي. مصبوط ولا لا اليوم نحنا صحيح نحنا. كنا بالسنة مش 2 مليار دولار. 2 مليار دولار استهلك المحروقات لصالح الطاقة وصالح مؤسكرة بلبنان هو بحدود 2 مليار دولار. وعندي كلفة ادارية بحدود 1.3 مليار دولار. نحنا لأسف لغاية اليوم نحنا ما عام نحصل بمؤسكرة بلبنان الكلفة الادارية اللي هي 1.3 مليار دولار. ما عام نحصلها. وبالتالي اليوم المليار دولار انا بأكد لك اليوم ما بيعاملو شي. لذلك نحنا انا بقول لك شغلي اليوم. اليوم لبنان لبنان قادر بمقدراته اللي هي موجودة عنده. قادر يرجع ينطلي. لكن طبعا اذا انا اعتمدت خطة او خطط. ما بدي قول خطة. لان الخطط اليوم المفروض الاعتمدها لازم تتوزع بشكل تكون الاولوية هي للحاجات الانسانية والحاجات الاجتماعية. نعم. وبدي اعمل انا خطة قصيرة الأجل وخطة متوسطة الأجل وخطة طويلة الأجل. بالخطة القصيرة طبعا انا بدي اشتغل على موضوع هوني. الموضوع الاجتماعي. موضوع النقل. موضوع الاجور. اللي محدا عم يحكي فيه. للأسف اليوم موضوع الاجور عم ينحكي فيه بطريقة انه خلينا نعمل لجنة مؤشر. اخي اليوم ما في انا نطر الموظفين لحتى يشتغلوا بموضوع. نعم. انه والله ينتروا لجنة المؤشر بتجتمع وما بتجتمع. وبتاخد قرار ولا ما تاخد قرار. نحنا اليوم بحال برجع بقول نحنا اليوم بحال الطوارئ استاذ عباس. نعم. يعني اليوم مفروض الحكومي توضع حل طارق لموضوع الإجور. ما فيها تنطر تقول أنا بدي انطر لجنة المؤشر وشوف التضخم لحتى شوف أداش بزيد. اليوم حكيت أنا بالسابق كتير عن موضوع رفع الحد الأدنى أو إعطاء مبلغ مقطوع للموظفين بالقطاع العام والقطاع الخاص. أما قصة الخدمات أنه والله أنا بيجي بعطيهم مساعدة اجتماعية طيب أنا المساعدة الاجتماعية اليوم بدي أعطيها. رح تعملي مشكلة مثل ما عملت السلسلة بالسابق مشكلة بالسابق لما عطوا السلسلة لو أنه وصلنا لأنه بصراحة ما كانوا مأمنين الموارد طيب اليوم إذا أنا بدي أجي كمان اشتغل بنفس الطريقة وأعطي مساعدات اجتماعية وبدل نقل للموظفين وبالمقابل ما أمن الموارد بشو كون عم بعمل أنا؟ نصرف اللي بالمصاري اللي بدا تجي بكل بساطة نحنا الدولار هلأ بعشرين بصير بأربعين بصير بأربعين إذا أنا ما أمنت الموارد بدي يصير بأربعين حتما وبالتالي اليوم أنا اللي اكترحناه بالسابق أنه يا جماعة خلينا نجي نحنا نرفع أو نعطي مبلغ مقطوع أو نرفع لحد الأدنى للأجور بمبلغ معين يعني اليوم نحنا أنا بقول لك بصراحة اليوم إذا جينا نحنا اليوم رفعنا لحد الأدنى للأجور أو عطينا مبلغ مقطوع لكل الموظفين بقيمة مليونين ونص ليرة لكل الموظف بالكطاع العام وبالكطاع الخاص وبالمقابل جينا رفعنا الدولار الجمركي والدولار التفيقى إلى 3900 كمرحلة أولى وشفنا نحنا الوضع وقيمنا الوضع بعد هذا بعد هذه الإجراءات ما يشوف يمكن أنا بقول لك اليوم اليوم نحنا الواردات الجمركية والتفيقى تقريبا بتعادل من إجمال الواردات تقريبا بتعادل 6000 مليار ليرة إذا جيت أنت اليوم رفعت الدولار الجمركي والدولار التفيقى إلى 3900 أنت بتكون عم بتزيد أو عم ترفع الواردات تقريبا بنسبة 1.7 طيب نحنا بحسب تخدير الوزراء اليوم والحكومة كلفة المساعدات الاجتماعية وبدل النقل لهم مقترحينها تعادل تقريبا بحدود ما بين الأربعة إلى 4500 مليار ليرة هذه الكلفة طيب ما أنا إذا أنا اعتمدت هذا الأسلوب أنه رفعنا الرواتب للكطاع العام للكطاع الخاص بهذه القيمة طيب ما أنا قادر جيب إيرادات أكثر من 4500 مليار ليرة نعم مليار ليرة وبالتالي أنا حقادر غطي هذا المبلغ من خلال رفع الدولار الجمل لماذا لا نلجأ إلى هكذا حلول أو محاولات على الأقل لأنه للأسف لغاية اليوم يمكن يمكن الحكومة أو الوزراء ما حسين أنه والله فيه كطاع خاص بعادل 70% من حجم العمالة في لبنان اليوم اللي عم بيعالجو أنا أقول لك يا هابي سراحة اليوم اللي عم بيعالجو هه موضوع الكطاع العام بس طيب اليوم إذا أنا عالجت موضوع الكطاع الكطاع القص طيب الكطاع الخاص اللي هو بيمسل 70% من العمالة بلبنان شو بعمل فيه؟ طيب أكثر من هيك إذا جيت أنا اليوم عالجت موضوع موظفين الكطاع العام طيب أستاذ عباس الخدمات اللي عم بتقدمها الوزارات ومؤسسات الخدمات العامة هاي دي كيف بعالجها يعني اليوم إذا أنا جيت أنا زدت للموظفين مثلا بالضمان الاجتماعي زبتلن أنا معاشاتن طيب الكورتاسية منين بأمنها؟ المحروقات والكهرباء منين بأمنهم؟ هني عم بيعانوا من هيدول أكثر من المعاشات يعني إني عم بيسكروا هني عم بيقولوا نحنا عم بيسكر لأنه ما في عنا لا صيانة ولا كورتاسية ولا كهرباء طيب أنا كيف بأمنهم هيدول إذا زدت المعاشات؟ ما أنا عم زيد العجز أكتر؟ بينما إذا جينا اعتمدنا رفع الدولار الجمركي بنفس الوقت مع زيارة الراتب بمبلغ مقطوع بكون أنا عم أمن واردات لعملية الصيانة بكون أنا عم أمن واردات للضمان الاجتماعي إنت بتعرف اليوم بالضمان الاجتماعي نعم فاتورة المستشفيات مين عم يتحمل؟ 90% منها نعم أكثر من 90% في سؤال من صديقنا أنا عم باخد شوية أسئلة من السوشيال ميديا ولكن من صديقنا الدكتور عمران زهوي صديقنا المشترك بيقول لك أنه ليش ما بينعمل منصة ومنعطي كل مواطن 80 لتر بنزين مدعوم ما بيساهم هذا الشيء بتصحيح الأجور على الأقل يعني مثل ما كنا حكينا في السابق أنه يكون في بنزين مدعوم يعني كمية معينة للموظفين للي بدي يروح على شغله واللي بدي يظهر ويكتير يشغل سيارة ويشتري على السعر الحالي أنا قلتلك بالسابق أنت بتعرف رأيي بالدعم أنا بالدعم كله يعني ضد كل أنواع الدعم اليوم مثل ما قلتلك اليوم أنا بدي روح حفز النقل العام بدل ما أعطيه 80 تنكي للموظف أو 20 تنكي أو اللي هني للموظف 80 لتر شو 80 تنكي أعطيه 80 تنكي أربع تنكيات يعني بدل ما أعطيه أربع تنكيات للموظف لحتى يستفيد منها بروح أنا لا بيدعم النقل بيدعم النقل يعني مش بيدعم النقل بحفز النقل يعمل على إعطاء وإعفاءات لحتى يقدر يأمن النقل بكلفة كثيرة قليلة يعني اليوم إذا أنا حفزت النقل واشتغلت الباصات بشكل ممتاز وصارت تشمل كل المناطق اللبنانية طيب أنا شو بعد بدي بالبنزين لأ شو بدي أدعموا البنزين الأفضل أن نروح باتجاه تحفيز النقل العام وهيدا بكل دول العالم موجود يعني ما عم بحكي عن شيء خصوا بلبنان فقط بكل دول العالم اليوم بيحفزوا النقل العام والنقل المشترك نحن ما قدرين بصراحة أنا أقول لك نحن ما قدرين نعمل نقل عام حكومي لأسباب متعددة منها الفساد منها الهدر منها البدكية منها البيروقراطية لكل أنواع الأسباب نحن ما قدرين خلينا نروح نحفز القطاع الخاص لحتى يعمل نقل نقل عام وبنفس الوقت لحتى أنا حافز على حقوق يعني هون أصحاب النمر العمومية بدي أنا المفروض من الدولة كمان تاخد إجراءات لتمنع السيارات اللي هي مخالفة تشتغل نعم كمان لأنه هاني فيه حقوق يعني أصحاب النمر هيدور الدافعين دم قلبهم حق النمر اللي حتى يشتغلوا عليها نعم ما قلهم بالحق يعني أصحاب النمر الاخصوصية يشتغلوا عليها سواء عبر تطبيقات أو غير تطبيقات نعم هون دور الدولة المفروض تشتغل الدولة على هالموضوع هيدا وتمنع هيدا الموضوع لهو مخالف للعانون نعم أنا السؤال اللي دايما هيكي بطرحه بقعد بفكر فيه دكتور أنه صار لنا فترة وكأنه متروك المواطن اللبناني يعني لا فيه حتى محاولات لإمقاذ الاقتصاد ما فيه حتى كان عنا من سنتين مصاري بعد عنا 32 أو 34 مليار دولار جينا يلا مثل العادي عملنا سياسة دعم تنفيعات للتجار والمواطن اللبناني لم يصلوا أي شيء يعني هل ترك اللبناني بيظل هيدا الأزمة؟ مش مسؤولية المعنيين المسؤولين الحكومي الوزراء شو عم يعمده دكتور؟ بدي لك شغلة إيه نحنا لو من سنتين اشتغلنا صح نحنا كان عنا القدرة الكاملة كان عنا 32 مليار دولار صحيح وهو 32 مليار دولار يعني غير مبلغ بالنسبة لحجم لبنان ولعدد سكان لبنان يعني مبلغ كان فيك تبلش بخط التعافي صح صح كنا قادرين نحنا نشتغل بخطة بخطة التعافي وقادرين بوقتها ننطلق من جديد وخاصة أنا بقولك اليوم اليوم حتى الأزمات الاقتصادية عادة بالدول لما نتوصل لمرحلة مثل المرحلة اللي وصلها لبنان هذه تستعمل فرصة يعني ممكن تكون فرصة لإعادة الانطلاق من جديد يعني اليوم نحنا انت بتعرف اليوم التكلفة الصناعية بلبنان متدنية التكلفة الزراعية اليوم متدنية نحنا قادرين اليوم نعزل صادراتنا بالزراعة نعزل صادراتنا بالصناعة من خلال بعض الإجراءات لكن للأسف اليوم للأسف الحكومة غايبة عن هذا الموضوع يعني أنا بدي أقولك اليوم اليوم إذا واحد بده يعمل مصنع بأي قرية اليوم بده يعمل مصنع يمكن بيقدر يحصل على جائزة نوبل بالعالم وما بيقدر يحصل على رخصة صناعية في لبنان قد ما البيروقراطية والعملية الروتين الإداري بيزهقه لصاحب الاستثمار آخر الشيء بيحمل حاله وبفل طيب أنا اليوم بدل ما أعزز بعد فينا نكمل بهيدا المساء؟ أكيد لا اليوم بدي أنا أشتغل يعني أنا اليوم بدعو وزير الصناعة يا خي هالإجراءات اللي هني متبعين بوزارة الصناعة واللي مش بس بالوزارة يعني اليوم حتى وزير الصناعة بتعود معه بيقولك يا خي ما في عندك البلدية عندها إجراءات وعندك وزارة الصحة عندها إجراءات بنفس الرخصة طيب ليش هالمواطن هيدا المستثمر هيدا اللي بده يجي يعمل مصنع بهالبلد هيدا بدك تعود تبعثوا على البلدية وعلى وزارة الصحة وعلى وزارة التنظيم المدني وعلى وزارة الأشغال وعلى وزارة البيئة وعلى كل هالوزارات لحتى آخر شيء يحصل على رخصها ليه ما بيكون في شباك واحد بيقدم هالمواطن هيدا المستندات والرخصة بها الشباك هيدا وبالنهاية بتتعالج كل أموره ضمن هالإطار هيدا ومنسرع من هالخطوات لحتى نستفيد اليوم أنا أقول لك اليوم نحن عندنا فرصة لإعادة الانطلاق من جديد طيب نحن بالزراعة كمان نفس القصة بالزراعة نفسها بالزراعة أنا أقول لك شغلي أنا اليوم نحن عندنا مناطق اليوم بالبقاع أعطيك مثلا بالبقاع في عندنا مناطق جرداء فاضية ما فيها يعني ما بينزرع فيها طيب نحن هالمناطق الجردة اللي هي بمعظمة ملك الدولة طيب نحن ما قادرين نستثمرها أنا بقول لك قادرين نستثمرها اليوم نقدر نستثمرها أنا ريت عن مشروع هذا مقام بالصين تم إقامة منشآت لإنتاج الطاقة الشمسية على مساحة كثير كبيرة بمنطقة صحراء بمنطقة صحراء تم الاستفادة منها بإنتاج الطاقة وبإنتاج الماء وبالزراعة بهذه الأرض ألا يمكن الاستفادة لإنتاج الطاقة من الرياح في البقاع وأيضا من هذه بعكار وبالبقاع وأيضا من الطاقة الشمسية أيضا في سهول البقاع اللي صارت جرداء كما نقول صحيح نحن طيب الحكومة بتقول لي ما عم تشتغل بقول لك ايه ما عم تشتغل طيب شو ما أترى لغاية اليوم ما بتطلع قانون لا مركزية الطاقة ليه ما بتفتح المجال للأقضية ولا المحافظات لحتى ينجو كهرباء ليه الامتياز بدي يضل لشركة كهرباء لبنان طيب يعطوا مجال للأقضية للمحافظات للشركات الخاصة تنتج طاقة نحن ما عم نقول لهم يروحوا يعطوا الامتيازات لشركات تنتج طاقة حرارية لا يعطوهم لحتى ينجوا طاقة نظيفة بالكهراء بالطاقة الشمسية بالرياح قادرين نحن قادرين بس بدنا شوية قرارات سريعة بهيدا الموضوع لحتى نقدر نشتغل ما فينا نظلنا نشتغل بهيدا الطريقة يعني اليوم مثل ما قلتلك اليوم المجلس الوزراء أساسا المفروض يكون بحالات انعقاد دائم نحن بأزم الطوارئ نحن ملنا مرتاحين ما عنا طرف الوقت للأسف ما عم يستفيدوا من الوقت لغاية اليوم ما عم يستفيدوا من الوقت علينا أن تجتمع بالسابق إننا نقول يجب أن يكون في حكومة شكل حكومة اليوم بدنا تجتمع على الحكومة صحيح والأزمات والألغام ننفجرت بوجه هذه الحكومة يعني لك أنا بقول شغلي اليوم حتى بوجود هذه الأزمات نحن قادر الحكومة تشتغل يعني هذه مش حجة إنه والله ما قادر اليوم الحكومة تجتمع قادرين الوزراء هن يشتغلوا قادرين يحضروا مشاريع قادرين يحضروا قرارات ويجهزوها وقادرين حتى يصدروا قرارات قادرين بس يعني برجع بقول ما فينا نظلنا هيك عم نناقد بعضنا يعني أنا أنا سمعت اليوم مثلا وزير الاقتصاد طلع وقال إنه صندوق النقد الدولي ما هيعطينا قروض أو ما هيساعد لبنان قبل الانتخابات يعني عم نحكي قبل الانتخابات يعني عم نحكي عن قبل شهر أزار يعني راحت لبعد شهر أزار طب بالمقابل رئيس الحكومي بيطلع بيقول إنه لا نحن الاجتماعات والمفاوضات أصبحت منتقدمة جدا وقبل رأس السنة في إجراءات ممكن تنعمل طيب يعني كمان ضيعونا بصراحة ضيعونا ولكن هل يمكن هل يمكن التعافي أو البدء بالتعافي من دون مساعدات خارجية ما بعد أكيد قادرين نحنا اليوم بمقدرات من وين منبلش بدي قللك شغلة اليوم أستاذ عباد نحنا اليوم إذا نرجع لأرقام لأرقام كيف فينا نجيب دولارات على لبنان أنا بقللك كيف اليوم نحنا بأرقامنا بأرقام الحالية بالأرقام الحالية اليوم إذا نجي منطلع بأرقام الصادرات والواردات عنا بلبنان نلاقي أنه نحنا كيف انخفضت قيمة الواردات عنا بلبنان انخفضت بشكل كتير كبير بشكل كتير كبير طيب عنا بال2018 كان عنا تقريبا 19 مليار 980 استيراد التصدير مليار 2.952 2019 19.239 مليار استيراد تصدير 3.731 مليار نحنا في 2020 استوردنا 11.310 مليار ما قد نخفض من 19.980 11.310 مليار نخفض الاستيراد من الخارج بالفصل الأول 2021 3.3 مليار دولار حجم الاستيراد بالتالي اليوم إذا نجي منتطلع بهيد الأرقام وبالمقابل نروح نتطلع بأرقام التحويلات اللي عم تجي من الخارج وهي بسنة 2020 بلغت بحدود 6.5 مليار دولار نجي منتطلع فيهم نلاقي نحنا الكميين اللي حم بتفوت على لبنان من قليلة طيب وين مصاري هذه الكميه موجودة وين مصاري موجودة للأسف اليوم أنت بتعرف اليوم بعد الأزمة المصرفية ما بقى في سئة بالمصارف اللبنانية ما بقى في سئة وبالتالي اليوم معظم هالأموال عم ترجع تتخزن بالبيوت نعم هون السؤال هون السؤال دكتوري أنا مني خبير اقتصادي ولكن ديش خطورة يكون اقتصادنا كاش ايكونومي كتير خطرة هيدا الموضوع وعنا بالسبق قلت نحن اليوم إذا ما نعالج موضوع الكطاع المصرفي المستحيل نرجع نقلع من جديد مستحيل لزلك من الضروري وهذا قلت لك بإيطاقي بالسبق من الضروري اليوم نعمل تشريعات جديدة نقر قانون الكابيتالكنترول بالدرجة الأولى نعمل تشريعات جديدة حتى نفعل الكطاع المصرفي نعمل إعارة هيكل للكطاع المصرفي نشوف شو هي المصارف لما تستطيع أن تقاط une crocs о لا يستطيع أن تقاط لا يستطيع أن تقاط الدفاع حتى لا يستطيع أن تيد الاستطاع إضافة رسمى من الجديد جميع الموضوع الرسملا سواء كان موضوع الرسمري أو من خلال الودائع الكبير وهذا ممير المساي MIL حيث عند أن handled لقد قادرى الكبير نحن نستطيع أن تقاط ندخلها من ضمن رسميه للمصارف وترجع تنطلق هيدا المصارف وتشتغل بس هيدا بدأت تشريعات جديدة استاذ عباسي وضروري هذه التشريعات تنعمل لحتى نرجع الثقة للمواطن بهذه المصارف أما اليوم إذا اليوم أي مواطن لبناني بتجي بتقول له والله هيدا المصرف مشي حاله روح حط المصارف ما رح يسدي إذا اليوم أنت ما عملت تشريعات جديدة وحفزت المواطن لحتى يسحب مصرياته من البيت ويحطهم بالمصارف أكيد ما رح يوسى ويرجع يحط مصرياته بالمصارف نعم هيدا أهم شيء أنه نبدأ باستعادة الثقة بالقطاع المصرفي ولكن هل هذه التعاميم وهذه السياسات النقضية المستمرة مشجعة لاستعادة الثقة دكتور؟ أبدا اليوم نحنا نتأدنى بشكل مستمر موضوع التعاميم هذه ما بتنظم عمل مصرفي موضوع التعاميم اليوم بيقدر ينظم لك عمل إداري بالمصارف بيقدر ينظم لك عمليات مصرفية بس أنه يجي ينظم قطاع مصرفي في التعاميم يجي ينظم قطاع مصرفي هيدا غلط وشفنا أساسا حتى يعني بعض التعاميم اللي صدرت كانت مستحيل تطبيقة يعني ما حدا في جزء منها ما حدا التزم فيها وبالتالي اليوم لا لذلك أنا قلت أنه اليوم لازم نروح على القوانين نشرع قوانين جديدة ما نترك لمصرف لبنان يعمل تعاميم لتنظيم هيدا القطاع لأنه خاصة اليوم بحكيك اليوم بصراحة اليوم اليوم مين بقى يوسأ بمصرف لبنان يعني بعد التطمينات اللي كان يطلع فيها الحاكم مصرف لبنان ويطمن اللبنانيين من سنتين ثلاثة أن اليوم مين بعد يوسأ أنه ممكن حاكم مصرف لبنان هو يستلم دفة معركة تنظيم المصارف وهو ينظم عمليات المصرفية وهو ينظم الكطاع المصرفي أنا بل لك بصراحة اليوم يمكن بالدرجة الأولى اليوم بالدرجة الأولى نحن بحاجة لوجوه جديدة بمصرف لبنان لحتى نرجع نرجع جزء من الثقة بحكيك يا بصراحة لنرجع ثقة المواطن بمصرف لبنان بالدرجة الأولى اليوم مصرف لبنان هو واجهة المصارف إذا ما مرجعنا الثقة لمصرف لبنان مستحيل الأفراد والمودعين أو حتى الخارج تبتعرف اليوم حتى حاكم مصرف لبنان معرض لك هذا دعوة صح يمكنني اليوم كيف بدي رجع الثقة للكطاع المصرفي ومصرف لبنان متهم بجزء أو بحالات معينة هو متهم كيف بدي رجع الثقة اليوم أنا برأيي اليوم بالدرجة الأولى المفروض تنظيف مصرف لبنان وبرجع منطلق بقوانين التحقيق الجنائي تحقيق الجنائي دايما لما بتعرض أي مؤسسة أو تتعرض أي مؤسسة أو وزارة لعمليات أو لشبهة بالدرجة الأولى شو بينعمل أستاذ عباس بينوضع المدير المسؤول بيتوقف عن العمل أو بينحط جانبا لحين الانتهاء من التحقيق طيب هذا ما صار بمصر في لبنان لا زال حاكم مصر في لبنان يدير مصر في لبنان وبشكل كل يعني وما حدا لا أوقفه عن العمل وما حدا أساسا من صلاحيته يوقفه عن العمل بعض عندي سؤالين من المتابعين قبل ما نختم معك دكتور السؤال الأول هو شو بكرة بدوا يرتفع أو ترتفع أسعار المحروقات لكن إذا بنجي بنطلع اليوم بسعر المحروقات بيتأثر بعدة عوامل لدينا أول عامل بالنسبة لبنان عم بحكي لدينا عامل سعر برميل النفط الآن برميل النفط أنا أقول لك من أسبوع تقريباً لليوم عم يتراوح سعره ما بين الثلاثة واثمينين والخمسة واثمينين دولار هذا برميل النفط عالمياً وعندنا سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار كمان يعني إذا كمان بنرجع لعشرة أيام لورا كمان سعره بعضه عم يتراوح ما بين العشرين والواحدة وعشرين يعني تقريباً ما تغير فبالتالي اليوم أنا ما المفترض يزيد زيادات متل ما كان يزيد بالأول لأنه بآخر مرة تم احتيماس سعر صرف عشرين ألف ليرة شاك؟ آخر مرة تم تسعير المحروقات تم تسعيرها على الدولار عشرين ألف ليرة وبالتالي المفروض يعني بكرة إذا بدوا يزيد والمفروض ما يزيد إذا بدوا يزيد يعني ما المفروض يتعدى الزيادة ثلاثة أو أربعة أو خمسة بحد الأقصى على تنكة البنزين على تنكة هيدا بحد الأقصى إذا صار في زودات هو المفترض ما يصير في زودات السؤال الأخير قبل ما نختم معك وأكيد أنت بتعرف سعر الدولار بدين لك شغلي اليوم عن جد دكتور قبل ما تجاوب ديك لوين وصلونا نهار الأربعة عنا صار ناطرين قديش سعر تنكة البنزين اللي نروح ونجي على الشغل وجرة الغاز كمان وسعر الدولار هيدي أسئلتنا المصيرية صارت بالبلد صحيح لك شغلي اليوم سعر الدولار دايما منقول أنه نحن اليوم سعر أي عملي بالعالم هو ناتج عن الثقة بهذه الدولة اللي هي بتنتج هذه العملة أو بتصدر هذه الدولة للأسف لغاية اليوم نحن أنت بتعرف اليوم لغاية اليوم نحن الليرة اللبنانية ما في سئة فيها لأنه بكل صراحة ما في سئة بالدولة اللبنانية وما في سئة بالمنظوم السياسية اللي عم تحكم لبناني هل أنا لحتى أقدر سبت هذه العملة أو سبت الدولار أو على الأقل أعمل حالة استقرار لهذه سعر صرف بدي رجع الثقة للمنظومة السياسية طيب هل هل هذه بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية بدي أرجع فعل عمل مصرف لبنان لأنه بالسابق أنت تعرف مصرف لبنان عنده وظيفة أساسية وعطيها قانون النقد والتسليف وهو العمل على استقرار سعر الصرف هو ما عم بمارس سيد المهمة يعني صار عندي أنا نقطتين ضعف أول نقطة أنه أنا المنظومة السياسية والاقتصاد اللبناني ضعيف وبالتالي من الطبيعة تكون عملته ضعيفة وعند النقطة التانية أنه ما في عندي ضابط يضبط حركة صعود وهبوط الدولار بالشكل كتير كبير وبالتالي اليوم لحتى أقدر أنا عالج موضوع الدولار بدي عالج هالمشكلتين أول شي بدي عزز السكة وعيد السكة بالمنظومة السياسية وعزز الاقتصاد وبدي أرجع فاعل مصرف لبناني لغاية اليوم هيدول مش موجودين وبالتالي أي حدا اليوم تسأله عن سعر صرف الدولار مستحيل يقلك أنه اليوم قدش ممكن يكون سعر صرف الدولار خاصة الحكومة بالموضوع الاقتصادي ما عم تعمل شي يعني لغاية اليوم العجوزات والخسائر بمصرف لبنان عم بتزيد والحكومة ما عملت شي يعني اليوم خسائر مصرف لبنان بحسب بياناته عم بحكي عن الخسائر المصرح عنها ببياناته المالية وصلت لحدود تقريباً ستة وتمانين ألف مليار ليرة نحن مش قادرين نوقف هيدول الصرفين اللي على الشارع الصرفين اللي على الشارع اللي عم بتشوفهم بكل المناطق ما قادرين نوقف صح والكتلة النقدية بنفس الوقت زادت ل 42 ألف مليار ليرة وكلمانة عم بتزيد طيب ما انت اليوم مدام انت عم تطبع وعم بتزيد ليراد بالسوق وما عم بتعمل علاج لهيدا الموضوع والبالدرجة الأولى برجعك للكطاع المصرفي ليش عم بتزيد الكتلة النقدية؟ لسببين أول سبب أنه الناس مصريات عم تسحبها من المصارف ما عم بترده على المصارف عم بتخليها ببيوتها نعم هيدا نقطة والنقطة الثانية أنه في عندي عجز دائم بموازنة الدولة ومن ضمنها الخدمات اللي عم بتقدمها اليوم بيطلعوا لك بقصة الأشهر المساعدات الاجتماعية نعم وزيارة بدل النقل طيب ما انت يا دولة ما أمنت الموارد لحتى تدفعي هيدا المصاريف نعم بالتالي انت شو عم تعملي؟ انت بالتالي عم بتزيد الكتلة النقدية بالسوق نعم يعني عم بتزيدي معد التضخم يعني انت عم بتضعف الليرة بالنهاية نعم شو عم يستفيد المواطن بهذه الحالية؟ هم تعطيه من ميلي وترجعي وعم تسحبيه من ميلي تانية شو عم نستفيد؟ بالتالي اليوم هيدا لذلك قالت لك هيدا مش علاج العلاج انه أنا روح ارفع الرواتب والأجور وبالمقابل عزز الواردات لحتى ما خلي ما خلي يكون في عندي عجز بالموازنة ولحتى ما خلي التضخم يرتفع بانتظار اجتماع الحكومي اليوم جولة البترك الراعي على الرؤساء عم نقرأ يبدو ان هناك حلول للأزمات الحاصلة بالبلد عندما تنتهي هذه الأزمات ستعود الحكومي الى الاجتماع بالطبع وننتظر العمل من هذه الحكومي دكتور عماد عكوش الخبير المالي والاقتصادي بعرفك منك ناطر عمل انا منك منك متأمل من هذه الحكومي ولكن ما عنا غير الامل ما فينا الا نكون دائما تعرف مش لتنا استاذ عباس لانهم نعرف عم نباشر بالاصلاح بالمحل الغلط انت بتعرفوا انا بعرف انو الاصلاح بلازم يبلش بالاصلاح السياسي قبل الاصلاح اذا ما صلحنا بالسياسي بالاقتصاد مش هيمشي الحال وصعب كتير ويمكن هاي دي الكلمة الوحيدة الصحيحة اللي قاله ماكرون لما اجى لهون انو لا يمكن الاصلاح الاقتصادي في ظل المنظومة الطائفية في ظل النظام الطائفة النظام الطائفة الحاصل دكتور عماد عكوش الخبير المالي واقتصادي شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام فاصل ونعود لمتابعة الملف الأخير من ملفاتنا لليوم ملف أعمار مرفق بيروت مع المهندس شربل أبو جودي